جددت سانت لوسيا بالرباط دعمها للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على كامل ترابه بما في ذلك الجهة الصحراء مؤكدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد الموثوق به والجدي والواقعي من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الموقع عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والطيران المدني والجالية بسانت لوسيا ألفا رومانوس باتيست في هذا صدد أشادت سانت لوسيا بتنامي التوافق الدولي والدينامية التي يضفيها جلالة الملك محمد السادس على مخطط الحكم الذاتي وسيادة المغرب على صحرائه حيث يندرج موقفها في هذا الإطار